في عائلة اضطرت للسفر لبلد أوروبي عندهم بنت صبية وعندهم شب هذه البنت بسبب وجودها في المدارس واختلاطها مع صاحبات لسنا مؤمنات بدأت تدب إليها أفكارهم وسلوكهم وتصرفاتهم الأم اضطرت أن تنزل إلى دبي لتشاهد أهلها في مسألة رجعت لقيت بنتها خدعت الحجاب أولا ورقم اثنين قال لها هي صديق بدأت تجيبه على البيت قالت لها يا بنتي شو صديق وتجيبت صديقك قال لك يا بنتي نحن من بلد إسلامي نحن لنا قيمنا لنا مبادئنا نحن لنا ديننا ثاني يوم البنت بتروحها المدرسة بتشتكي على أمها المدرسة بتبتصل بالبلدية البلدية بتجي على البيت بتقلها للأم والأب أي تدخل من طرفكما بناخد البنت منكم ماذا ينبغي على هذه الأم أن تفعل وهذا الأب أن يفعل لا بد أن يهاجر لا بد أن يهاجر من مكان لا يستطيع أن يقيم شعيرة الله تعالى فيه ولا أن يحافظ على دينه ودين زوجه ودين أولاده إلى بلد يستطيع فيه أن يقيم شعيرة الله وشعائر الله وشرائعه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم شو آخذكم لماذا فعلتم هذه الفعلة وأنتم لا تستطيعون أن تحافظوا على دينكم ولا دين أولادكم هلأ إن كنتم تستطيعون الحفاظ على دينكم ودين أولادكم فجائز أن تقوموا لكن إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تقيم شعيرة الله وشرع الله عز وجل لا في نفسك ولا في زوجك ولا في ولدك وتستطيع أن تهاجر يجب عليك أن تهاجر وإذا بقيت في ذاك المكان فذاك الله وقع في إثم كبير إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطدع فينا في الأرض بدنا مصاري بدنا ندبر حالنا بدنا ناكل بدنا نشرب قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لذلك العلماء تحدثوا عن الهجرة وعن السفر وعن أحكام السفر وقالوا السفر إلى بلد لا تقام فيه شعائر الله أحيانا يكون حراما وأحيانا يكون مسنونا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون مفروضا ممكن مرات إذا كان إنسان يستطيع أن يؤثر أن يغير ما هو موجود هناك بصير بس إنسان لا يستطيع أن يغير بل لا يستطيع هو أن يقيم شعيرة الله عز وجل لا في نفسه ولا في أولاده لابد لابد أن يترك في مكة أيها الإخوة كان المسلمون في زمن قريش لا يستطيعون أن يقيموا شعائر الله عز وجل لما صار هناك المدينة كان لابد لابد أن يخرج من مكة إلى المدينة من أجل أن يقيم شرع الله تعالى وشعيرة الله عز وجل هذا الكلام صحيح يتحدث عن هجرة من بلد إلى بلد بس كمان يتحدث عن مكان يعصى الله تعالى به وأنت لا تستطيع أن تغير إن في عمل وإن في حي وإن في بيت لذلك كل واحد بناتنا لابد أيها الإخوة وحتى في نفسه أن لا يقعد مع الجهل وأنت تعجب بأن مسلم عمره عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة في أمور دينه عنده جهل عميق وجهل لا يعرف مبادئ صلاته ومبادئ صومه ومبادئ زكاته ومبادئ حجه ومبادئ بيعه ومبادئ شرائه طيب يا أخي روح روح احمل نفسك وامضي إلى مجلس علم قال والله أنا بجعني ظهري شوي طيب ليه معقول أنت ما تستطيع أن تبذل لهذا الدين يعني قليل من وجع ظهرك عود على الكرسي يا أخي بجعك ظهرك شوي حطه مشد أنا يا أخي والله فاتح المحل وعندي دوام بالمحل يا رجل يعني سكر محلك الساعة 8 وإذا أنت بتدام للعشرة هذا اليوم لتحضر مجلس علم تتعلم أحكام دينك روح يا أخي يوم الجمعة قال والله يوم الجمعة بتعريف يعني مشان الأهل والسيران روح يوم السبت السبت عننا دوام روح يوم الأحد الأحد مكسر بدني روح يوم الثلاثة يا لطيف ما له مستعد هالمسلم يبذل شيء لا من ماله ولا من جهده ولا من وقته ومرة قلت لي أخي لماذا لا تحضر قال والله أنا كل هالمشايخ معاجبيني فضيع كلهم ما عجبوك يا رجل إليك واحد يعجبك يعني والحمد لله يا أخوان نحن في هذا البلد اللهم أكرمنا بعلماء وأكرمنا بدعاء وفيه أشكال ألوان يلي بيضحك ويلي بيبكي ويلي بيحكي فصحة ويلي بيحكي عامية ويلي بيقرأ ويلي ما بيقرأ من الكتاب فيه يعني بس أنت اختر لنفسك حتى تتعلم أحكام دينك وحتى تهجر الجهل بهذا الدين ثم لابد أن تهجر الغفل إلى متى ستبقى أنت تصلي ولا تتذوق طعم الصلاة؟ إلى متى؟ إلى متى أنت ستبقى تقول التحيات لله ولا تستشعر بأنك تسلم على الله؟ متى ستسمع جواب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ إما عندك تسمع الجواب؟ شو حكم رد الجواب يا رد السلام؟ واجب فكركم أنتوا بتسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ما بيرد عليك السلام؟ رد السلام يواجب واحد من الأخوة طلع إلى العمرة مع والدته وبعد العمرة زار النبي صلى الله عليه وسلم وتواعد هو والدته هي بدأت تدخل مع النساء هو بدأت تدخل مدخل الرجال ألا منلتقي بالمكان الفلاني دخل ودخلت هي قسم النساء هو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله ومضى انتظر أمه بالمكان المحدد خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة مصصاعة ثلاثة ربع ساعة وين أميلت أم ضاعت بين هالنساء ما لا عرفاني وين أنا بعدين لقاها طالعة وعيونها هيكي بخوخين يا أمي ليش تأخرتي قالت له والله يا ابني استحيت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واقف عم بيرد علي السلام شو بدي أتركه وأمشي شو قالوا واقف عم بيرد السلام هو مية بالمية يرد السلام بس انت إيمة بدك تشعر وإيمة بدك تسمع إيمة بدك تترك هالغفلة وينمسي حن قلبك هذا الران مشان تتزوق شو معنات إياك نعبد وإياك نستعين تتزوق يقول أحد الصالحين والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لما عددت نفسي من المسلمين قال أنا إذا بنحجب عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عينها ما بأدعا لي مسلم يا لطيف لكن أنا شو صاير فيه الله يغفرنا الله يغفرنا إيمة بدك تروح الغفلة عن قلبك بس هي بدك هجرة هي بدك تهاجر ما بدك نحن الحمد لله الحمد لله في بلد إسلامي ما بدك تهاجر المكان بس بدك تهاجر الإرنة اللي أنت قاعد فيها وفيها غفلة عن الله عز وجل تعال هاجر إلى مجالس العلم إلى مجالس الذكر إلى مجالس الطاعة إلى مجالس الخير والبركة أخرج الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه في رواية المهاجر من هجر الخطايا والذنوب لازم تهاجر لأيه ما بدك تضلك قال والله أنا مبتلى بمعصية تتصل فيني مرة سيدة تقول الساز في فلان فلاني أنت تعرفه يا الساز نحن في حرج شديد يعني هو مبتلى بالنظر إلى مواقع شريرة وأنا صلي زوجته كذا مرة ناصحته وبيقول إيه ثم يعود قالت لي لكن البارحة أنا ما عاد أتحمل بنتي عمره 18 سنة دخلت لغرفة أبوها شافت وعن ينظر في مناظر شريرة جدا البنت ما عاد تحمل رجلت لعند أم قالت لي يا أمي شو هذا أبي يا أخوان معقول مسلم مقيم على معصية ما بيخاف أن يموت وإذا مات في لحظة الموت ستأتيه الملائكة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وملك الموت ومن معه حيقول له فيما كنتم ليش هيك كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض والله أنا ما عم بقدر ما عم بقدر أنا ضعيف أمام المعصية أنا ضعيف أمام الخطيئة أنا ضعيف أمام النظر الحرام قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها روح هجور المكان اللي أنت فيه يا أخي روح إلى مجلس علم روح إلى مجلس ذكر روح صاحب الصالحين لا تخلو بنفسك في مكان ممكن أن تعصي الله تعالى به يا أخي إذا هالجوال هو سبب البلاء بيعوا الجوال واشتري جوال بس بيحكي وبيردوا فقط قال أنا كثير ضعيف أمام شهوتي طيب متى ستهجر هذه الخطايا يا أخوان أنت زل قدم إنسان يا أخوات أنت زل قدم إنساني كلنا خطأون لكن أن يصر على المعصية وأن يفلسف المعصية وأن يستمر بالمعصية إلى أن يموت والله شيء عجيب شاب كان على الطريق راكب سيارة على طريق استراد عام بسرعته بسبب من الأسباب قليبة السيارة نزلت السيارة اللي وراه السيارة تبعوا معجونة حاولوا إخراجه والرجل يبدو في رمقه الأخير هذه اللي عم يسعفه اتصل يعني بالإسعاف تجي بس قال أنا لاحظت كأنه يعني يجود بروحه كأنه حيموت فاقترب من قدام إدنه عم بيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عم بيذكره بركي كانت لحظة الموت خليه يقول لا إله إلا الله وإذا به يغني أغني ماجنة جدا ثم يموت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم لكن من عاش على شيء مات عليه أنت لابد أن تهجر رفاق المعصي لابد لابد أنت مسلم المهاجر من هجر الخطايا والذنوب